الاختصاصي رقم واحد حاليا في المنطقة بالتولسي وابي الخزري الاخنيسيش بتروحه على اللسان وابي الخزري راية ساروخ 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 من ولد الخزري والحارس تتندع يخرج الكورة في الرقناية يتواصل تقلق المنتخب التولسي في ليبرافيل وابي الخزري علي معلول علي علول يوسع كورة مرتدة محمد النقاس عبد النور يتفوق الحارس تتندع نكربع قلب دفاع فرنسيا يرجع إلى مواقعه الدباعية حالة ذول لمدرب زيبابوي ياسر اتباطع الخزري ما زالت الخطورة سليت يوسع والتدخل طبعا للحارس كان بيمكن المنتخب التونسي يزيد الخمس تدخل للنتيجة تاريخية أذن دورو الوفد الجديد في الشوط الثاني معلول يوسع والحارس تتندع اللي كان وراها طبعا سيان بن يوسف من أجل اقتناص هذه الكورة عودة سريعة ليايمن عبد النور وسيان بن يوسف في التمركز الدفاعي والبين اللاعبين الرائع هذه المنظومة وينه يوسف 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 وتعالى ياسين 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 كون لا اي 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 غريبة وعشبة هذه الكورة لاخنيس يارتمي والقايم الايمن يقول لا والف لا تعالى ياسين تمركز حتى مهيد الرائع وعلي معلول يوسع يا другие رائع في تاسويف بالراس والحارس الكوريفاء الهدف الخامس كان قريب مشاهد هنا كيراب صابر صابر يحاول المنهور يراغ صابر خليفاء ما دي اسليندي كوراجور كوراجور اي 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 هذه هي كورة نايم السليتي كورا من ذهب علي معلول عبيان عمتان يصير لخليسي واغتناص رائع من الحارس تاتين داع انكوريفا أقوى خطوط الوجون في الدورة بستة دافي لحد الأن